اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واي حديث عن علامة بمعزل عن الشام لن يكون له علاقة بالظهور الشريف اذا اصل الاعمال المترتبة على علامات الظهور وحركة هذه العلامات تبتدأ من احداث الشام وأحاول هنا أن ألخص طبيعة ما سيجري من حراك في العلامات وفق مقولات أهل بيت العصمة الظهور صلوات الله وسلامه عليهم حتى نستطيع أن نتواصل مع مجريات اليوم مجريات اليوم ليست بضرورة متصلة لتلك العلامات كما أنه لا دليل على عدم اتصالها لكن ما يهمنا أن نتعرف على أصل الأشياء وهي ماذا تقول العلامات عن الشام على ضوئها يمكن أن نعيد قراءة الواقع ونعرف إذا ما كانت الأحداث لها علاقة أو لا علاقة لها بالذي يجري في الشام لكن القدر المتيقم أن روايات الشيعة والسنة على حد سواء تتحدث عن فتنة تقبل من المغرب وتلتقي فتنة أخرى من المشرق ويلتقيان في سرة الشام أي في عمق الشام والفتنة هنا هي عبارة عن مخططات تستهدف الشام لكن هذه المخططات من مجاميع في الغرب ومن مجاميع في الشرق وأيضا تتفق هذه الروايات على أن الشام تتعرض إلى أمرين أساسيا الأمر الأول جوع شديد أو حصار شديد والأمر الثاني أن الشام تخرب ولا تبقى كما كانت قبل هذه الفتنة ثم القضية الأخرى التي تأتي لاحقا في طبيعة حراك العلامات أن هناك جيشان يسترعان في داخل الشام جيش يطلق عليه بجيش الأصحب وجيشهم يطلق عليه بجيش الأبقع والأبقع هو أحد أثنين إما أن يكون في جسمه بقع إشارة إلى أن له لون ويخالطه لون آخر كما يكون الأبقع يسمى الضبع بالضبع الأبقع لأن فيه ألوان متعددة تعلو جسمه وبالشكل الذي قد يشار إليه بالمرقط أو يشار إليه بالأبقع أو أن لونه متميز عن غيره من الألوان بالشكل الذي كما يكون الأسود وسط البيض أو الأحمر وسط الصمر أو ما إلى ذلك عندئذ يشار إليه بأنه هذا أبقع قبل ذلك كان بنوا أمية يسمون خدامهم من الروم بالأبقع لأن بنوا أمية كانوا من أصحاب السمراء بشرتهم سمراء وخدامهم من الروم يأتون بالبشرة الحمراء لذلك أحمر وسط مجموعة من السمر يسمى بالأبقع بالنسبة إلى الأصحاب يبدو لي أنه هو الحاكم وهذا الرجل لهم مميزات كونه أصحاباً يعني كونه طويل الرقبة أو طويل العمق وكونه يسمى في الروايات أيضاً بأنه هو السفياني الثاني يعني السفياني الأول لا علاقة له بالذي يجري والسفيان الثاني ليس هو السفياني الموعود السفياني الموعود هو الذي سيقتل السفيان الثاني كما أنه هو الذي سيقتل الأبقع تحصل فتنة كما أشرت باتفاق الروايات السنية والشيعية ولكن تشير الروايات إلى أن الشام حينما تخرب تخرب باشتباك جيشين واشتباك جيشين بالنسبة لشيعة أهل البيت على وجه الخصوص تقترن بحادثة متميزة هذه الحادثة يشير إليها تشير إليها روايات أهل السنة ولكن لا تشير إلى الحادثة بقدر ما تشير إلى الزمن روايات أهل السنة تقول بأن يوم الخامس عشر من شهر رمضان سيحصل هناك تفجير بسلاع مدمر شامل يؤدي بتعبير بعض رواياتهم إلى سبعين ألف قتيل سبعين ألف أخرس سبعين ألف أصم سبعين ألف من المفتقة أبكارهن وسبعون ألف أعمى والسلاح بلغة التدمير الشامل له هذه الهيئة من التخريب لا بد من أن يكون سلاحا متميزا جدا في تعبير روايات أهل البيت لا يشيرون إلى شهر رمضان وإنما يشيرون إلى أنه إذا رأيتم أن الجيشان قد تشابكت أرماحهما إذا اشتبك الرمحان أو إذا اختلف الرمحان بمعنى إذا ما رأينا جيشا معينا يشتبكوا مع جيش آخر بمواصفات الجيوش عندئذ فتوقع الرجفة يهلك بها مئة ألف تكون رحمة للمؤمنين ونقبة على الكافر يملك أعبير الإمام الباطر صلوات الله وسلامه عليه يأتيكم الصوت بغتة من قبل دمشق يكون فيه فرج عظيم لكم إذن نحن أمام حدث أساسي هذا الحدث يتفق عليه الشيعة والسنة في طبيعة قوته التدميرية الكبيرة حينما يتحدث أهل البيت عن مئة ألف قتيل ويتحدث أهل السنة عن سبعين ألف قتيل سبعين ألف قتيل والمئة ألف قتيل هي من أرقام المكاثرة في اللغة العربية ليس لا تشير بالضرورة إلى نفس هذه العداد وإنما تشير إلى العدد الكبير جدا لكن ما تشير إليه روايات أهل السنة مثير جدا في أنها تلحق بالقتل أعداد كبيرة من المتضررين بضرر الخرس أو العمى أو الطرش يعني إما سبعون ألفا تصم سبعون ألفا تعمي سبعون ألفا وتخرس سبعون ألفا بالإضافة إلى أن النساء من البواكر يكون فيهن أن تفتق سبعون ألفا من شدة الصوت أو من شدة الرجل بعضكم أشكل قبل مدة بأن الحديث عن التفجير النووي لعله الشيخ هو الوحيد الذي يتحدث عن مثل هذا التفجير أين هو في الروايات؟ وأنا أؤجد ما سبق إلي أن أشرت إلى وطرحت في كتابنا علامات الظهور في الجزء الثاني أن التفجير النووي آت لا محالة ليس تلقضية عبارة عن خبر أحد أو رواية واحدة مجتزأة وإنما هناك إجماع ما بين في تسريب الخبر ما بين الشيعة والسنة قسم يذكره بطريقة وقسم آخر يذكره بطريقة أخرى ولكن المؤدى يؤدي إلى اتجاه واحد هذا الاتجاه أولا حينما نعلم بوجود قتلى بهذا الحجم الكبير نحن إذن أمامه واحد من أسلحة ثلاثة أو أسلحة أربعة لا تتعدد الآن الأسلحة الموجودة إما أسلحة تدميرية عاديا وإن بلغت من القوة ما بلغت وأيضا السلاح الكيمياوي والسلاح الجرثومي بالإضافة إلى السلاح الذري نحن نتحدث عن أرقام مذهلة في الخسائر وهذه الخسائر يعبر عنها أمير المؤمنين بالرجبة يعني تحصل نتيجة لرجبة يعبر عنها الإمام الباقر عليه السلام بالصوت ولكن حديث أمير المؤمنين وحديث الإمام الباقر بحديثين للإمام الباقر ولعله أحاديث ثلاثة هنة عن الإمام الباقر لكن حديث الأول حديث الرجبة ينسبه الإمام الباقر عن الأمير صلى الله عليه وسلامه عليه هذه الأحاديث وهي صحيحة الثمد أيضا تشير إلى أن عدد القتلى يؤدي إلى فرج عظيم أو يؤدي إلى الفتح أو يؤدي إلى الرحمة للمؤمنين يعني الخسارة الحاصلة لن تكون على في مضرة القواعد المؤمنة وإنما سيكون الضر مسلطا على الآخر الآن يجب علينا أن نجي نحلل هذه المئة ألف من أين تحصل وكيف تحصل هذا الرقم لا يحصل فجأة ولا يمكن أن يشار إليه اعتباطا لابد إما من وجود حرب تؤدي إلى استئصال هذا العدد أو إلى حديث عن سلاحا مدمر بشكل شمولي يؤدي إلى هذه النتيجة والذي يحصل هو في الروايات أن الروايات تتحدث عن صوت لا تتحدث عن حرب وتتحدث عن رجف لا تتحدث عن حرب إذن نحن أمام حادث واحد وليس مجموعة أحداث يمكن إلها أن تسبب كل هذا العدد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تروى بألفاظ متعددة ولكن هذه الرواية ذات مغزى في غاية الأهمية قبل ما أذكر هذه الرواية يشير الإمام الباقر عليه السلام في رواية إلى نار تبقى في السماء لعدة أيام تشبه الهردي العظيم إذن نحن أمام السلاح يبقى ناره أو تبقى ناره لعدة أيام في السماء لون النار كالهردي العظيم الهردي هو لون الزعفران اللي هو الأحمر المائل إلى الصفرة أو الأصفر الضارب بالحمرة ليس البرتقالي وإنما الأحمر الذي فيه صفار أو العكس هو الصحيح لون الزعفران إذا نبحث عن سلاح يجب أن يتوفر فيه هذا اللون يخلف هذا اللون تحديدا يمكن لهذا الحديث لوحده أن يستثني السلاح الكيميائي أو يخرج السلاح الكيميائي والسلاح البيولوجي أو الجرثومي باعتبار أن هذه الأسلحة لا نار فيها هذه الأسلحة عبارة عن غازات قد يصير بعضها ملون وقد يكون غالبيتها بلا لون لكن فيها طعم أو فيها رائحة محددة وأنا بعد ذلك أجي إلى هذا النمط من السلاح في رواية أخرى يشار إلى عمود من النار في السماء إذن هذا السلاح من النمط الذي يؤدي إلى وجود عمود من النار والأعمد لا تنزل من الأعلى وإنما تصعد من الأسفل إذن ليس هو حدث سماوي وإنما هو حدث أرضي يؤدي إلى عمود من النار وهذا هو أيضاً واحدة من مشخصات السلاح أي سلاح تفجيره يؤدي إلى عمود من النار الأسلحة تخرج نيراناً كل الأسلحة تخرج نيراناً ولكن الأسلحة التدميرية عادةً إما أن تكون بزوايا تفجيرية منفرجة يعني تكون بهذه الشاكلة وإما بزوايا تفجيرية محدبة تكون بهذه الشاكلة بمعنى إما أن يكون لها قدرة قمعية للتفجير باتجاه الأرض أو من خلال من خارج الأرض يعني إما أن تأتي من الأسفل إلى الأعلى وإما تنفجر قبل وصولها إلى الأرض وتؤدي إلى تفجير تكون نيرانه لا علاقة لها بالأعمدة وإنما تكون نيرانه حسب الهدف اللي تضربه حسب المكان اللي تستهدفه واللي هي عبارة عن ثورة دخان وأتربة وما إلى ذلك إذن الأسلحة التدميرية لا تعطينا والأسلحة الكيميائية والأسلحة الجرثومية كليهما لا وجود فيهما للأعمدة الوحيد من الأسلحة الذي يخرج عمودا ويستمر في السماء وله هذا اللون هو السلاح النوم الوحيد أضف إلى ذلك هناك حديث آخر يشير إلى أن هذه النار ستضيء أعناق الإبل في بصرة أمطيني نعم الليزر عموما البصرة تبعد عن مدينة دمشق مسافة 140 كيلو متر ومية وأربعين كيلو متر الاستهداف في تعذير حديث الإمام الباقر عليه السلام يأتيكم الصوت بغتة من قبل دمشق إذن نبحث عن سلاح يترك من الضوء ما يضيء مدينة بصرة اللي هي تبعد مية وأربعين كيلو متر والسلاح الوحيد الذي لديه قدرة ضوئية بهذا الحجم هو السلاح النووي ما يؤكد ذلك ما موجود يعني بصرة أصير قريب درعة أو محاذية إلى درعة بشكل مباشر على أي حال ما يؤكد ذلك الحديث الذي أشرت إليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلت بأنه مثير جدا يقول إذا كان يوم الخامس عشر أو إذا كنتم في ليلة الخامس عشر من رمضان فادخلوا بيوتكم وسدوا الأبواب وغلقوا الكوى الكوى المنافذ أو الشبابيك وتدثروا وعليكم بالسجود فإذا سمعتم الصوت فقولوا سبوح سبوح قدوس قدوس يشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدة إجراءات وقائية من السلاح وإلا ما معناها حينما يقول إذا كان في ليلة الخامس عشر من شهر رمضان هذا إجراء وقائي دخلوا البيوت الأسلحة الثلاثة التدميرية والسلاح الجرثومي والسلاح الكيميائي ينصح فيه الإنسان أن يخرج من بيته ويتجه إلى الأماكن المفتوحة التي نسبة التفجير ونسبة التأثير تتلاشى معه كون المكان مفتوح وكلما كان المكان أعلى بالنسبة للسلاح الكيميائي والسلاح الجرثومي يكون الثرار مطلوب إلى ذلك المكان باعتبار أن الغازات الكيميائية والغازات الجرثومية تكون ثقيلة بالشكل اللي حتتحقق الضرر اللي مطلوب من عدها كل ما يرتفع الإنسان إلى الأعلى كل ما يأمن من شر هذا السلاح لكن الحديث عن إغلاق البيت إغلاق الأبواء إغلاق المناثد التدثر هذا حديث ما إلى علاقة بذن الأسلحة الثلاثة على الأطلاق ولا شن علاقة أنه سد الباب السلاح الكيميائي غاز السلاح الجرثومي أيضا يتسرب عبر مواد وغاز عادة تنقلها الغازات وأما إلى ذلك أو المواد اللي وبالنتيجة يمكن أن تنتقل عبر ذرات الهواء وأيضا السلاح التدميري ما إلى علاقة أنه سد المنافذ أو سد الباب الوحيد اللي يعبرون عنه بالإجراءات الوقائية بهذه الشكلة هو السلاح النووي السلاح النووي تأثير مبني مو على أساس التبجير مبني على أساس وجود ثلاث أنواع أشعة هذه الأشعة تختلف واحدة منها إلى الأخرى في نسبة الضرب ولكن هي سلاح أشعاع ألفة وبيتا وقاما أخطر من النوع الثالث اللي عادة يخترق الجلد ويوصل إلى الخلايا الحيوية في داخل جسم الإنسان من الذي يمنع الشعاع؟ أي فاصلة بين الشعاع وبين جسم الإنسان هو حاجب عن الشعاع؟ إذن التدثر ودخول البيوت وأغلاق المنافذ وأغلاق الشبابيك وأغلاق الأبواب كلها عمليات وقائية صحيحة لكنها لا تنسجم إلا مع هذا السلاح ما قصت السجود هنا؟ الآن العلماء يتحدثون عن أن طبيعة الأسلحة الذرية تطلق شحنات كبيرة جدا من الموجات الكفرومغناطيسية وهذه الموجات أو الشحنات عادة هي تتواجد عند الإنسان نتيجة استخدامها للموبايل وكل الأجهزة الألكترونية فيها مقدار من المقادير لكن قبل مدة كان تقرير من علماء مختصين كانوا يوصون الإنسان إذا أنه هو من النوع الذي تعرض إلى الأجهزة الألكترونية عليه أن يلاصق ما بين جبهته وما بين الأرض لماذا؟ لأنه الجهة الوحيدة التي تفرغ الشحنات الكهربائية الموجبة التي تحيط عادة بمراكز الأعصاب عند الإنسان هي الأرض لأنها تفرغ إلى الوضع السالب الذي موجود فيه الأرض التي نسميه الإيرث الذي نعبر عنها الإيرث معناها أنه مفرغ للشحنة التي موجود بحيث يأمن الجهاز وما يكون من الأنماط التي تلحق الضرر بالإنسان إذن لغة السجود هنا هي مطلوب من الإنسان أن يسجد لكي لا تبقى الشحنات الكهرومغناطيسية بشحناتها العالية نحن الآن نتحدث عن تفجير نووي من نتحدث عن موبايل أو نتحدث عن مسجل أو ما إلى ذلك أو كمبيوتر أو ما إلى ذلك نتحدث عن تفجير نووي فيه شحنات آئلة جدا لكن هذه الشحنات الآئلة يمكن لها أن تسرب عبرة الالتصاق بالأرض بطريقة السجود وأمثال السجود العجيب هنا أن العلماء يقولون أن هذه الموجات أو الشحنات الكهربائية تتجمع على مراكز الأعصاب ومراكز الأعصاب هي المساجد السبعة في جسم الإنسان المراكز تجميع الأعصاب وانطلاق الأعصاب عادة هي المساجد السبعة المؤثرة فيه بمعنى الكبتين والرقبتين بالإضافة إلى ناصية الإنسان والأصابع القدمين الآن طب كبير يجري بناء على معالجة جسم الإنسان من أصابع القدمين الطب الصيني وحده من ميزاته أنه يأخذ أصابع القدمين ومنها ينطلق إلى بقية الجسم في العلاج معه أنه لا يستخدم إلا الأصابع إذن الحديث عن السجود حديث عن تفريغ الشحنة الكهربائية التي تنطلق من هذا التفجير ما بالو صبوح من قدوس أو ما إلى ذلك قضية سهلة جدا باعتبار أن الأصوات العالية لا يمكن أن تلحق أدى بالإنسان إذا كان فم الإنسان مفتوح إذا كان فم الإنسان مفتوح موج الإنفجار لا يلحق ذلك الضرر طبعا كل واحد حسب قربة من الإنفجار لكن بشكل عام كلما كان فم الإنسان مفتوحا أكثر كلما أمكنه أن يتخلص من موج الإنفجار إذن هذه التدابير التي يتحدث عنها الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله هي تدابير لهذا النمط من أنماط الصدح شرق أمير المؤمنين كان يقول بأنه هذا الأمر يحصل طبعا في الروايات يسمى رجفة يسمى صوت يسمى هدّ والهدّ تكون من الأعلى إلى الأسفل شرط أمير المؤمنين يقول إذا رأيت إذا اشتبك الرمحان أو إذا اختلف الرمحان فتوقع الرجفة في الشعب وروايات أهل السنة تشير إلى الزمن لكنها لا تشير إلى الظرف الموضوعي إذن إحنا أمامنا معطى أساسي وأمامنا معلومة أساسية أنه إذا رأينا جيشين اختلف في صراعهما في الشام عندئذ يمكن أن نترقب مثل هذه الفرصة لكن هذا ليس دليلا لوحده وإنما هو علامة من العلامات يمكن أن تصح على هذه القضية ويمكن أن لا تصح لكن ميزة هذه العلامات ستكون بماذا؟ ستكون بأنها مرتبطة بغيرها من الأحداث كارتباط الحبة بالمسبحة نظام كنظام خرز يتبع بعضه بعضا بالنتيجة هذا الحدث إذا ما سبق تهديد تهديد نداء على سور دمشق حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وحديث آخر لأمير المؤمنين مناد على جدار دمشق ينادي ويل للعرب من شر قد اقترب إذن المهدد ليس من العرب والتهديد يأتي من طرف الحدود والحدود الشامية هي واحدة من هذه الأسماء إما الصهاينة وإما الأتراك وإما ما نسميه اليوم بحلف الناتو باعتبار هو على الحدود أيضا وإما أن يكون الأردن أو لبنان أو العراق لبنان والعراق خارجه باعتبار أنها من هذا القيد باعتبار أنها في ذاك الزمن لن تكون بتلك الأوضاع التي تسمع لها بتهديد الآخرين إذن لن يتبقى إلا واحد من هؤلاء من يمتلك القدرة على هذا النمط من التهديد والذي يعبر عنه بشر قد اقترب هذا النمط لا يمتلكه إلا الدول القوية والأساسية فإذا كنا نتحدث عن مئة ألف قتيل وبهذه الطريقة من السلاح إذن تتقلص الدائرة إلى من لديه قدرة هذا السلاح اليوم غير الباح اليوم الحديث قبل حدث الأسلحة الكيميائية المثارة الآن في الشام في أحداث سوريا لم يكن هناك من أجواء تشير إلى اقتراب حدث السلاح النووي لكن اليوم بحديث السلاح الكيميائية والأسلحة الكيميائية والتهديد بالحرب الشاملة ما يعطينا تقريب كبير بإمكانية حصول هذا الحدث لكن دلالة هذا الحدث على الظهور هو أن تعقبه أحداث بحيث إذا إجه هذا الحدث وما عقبة الأحداث التي سأشير إلىها فذلك لو كنت منقول هذا إلى علاقة بالظهور الشريف لكن إذا قدر أنه بعد الحدث مباشرة يكون هناك انفصال كردي من سوريا أكراد سوريا يعلنون الانفصال بالمنطقة الكردية المنطقة التي الآن هي منطقة الحسكة محافظة الحسكة ومنطقة القامشلي التي هي بالضبط في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا يعني شمالها تركيا وشرقها العراق وبالضبط هذه الحسكة وفوق القامشلي هذه المنطقة هذا اللسان هو المنطقة الكردية التي الآن يتحدثون عن الأكراد بالإقليم الغربي لكردستان الآن الأكراد سواء في شمال العراق أو في سوريا يتحدثون عن الإقليم الغربي لكردستان أو لدولة كردستان إذن هذا الحدث إذا حصل بعد التفجير يمكن أن يكون إلى دلالة لكن هذه الدلالة أيضا لا يمكن لنا أن نعتبرها حاسمة ما لم نرى بقية الأحداث ما يهمني إهنانا وأنا أعتقد أننا على مشارف حركة علامات كبرى وهذه الحركة ستكون سريعة جدا مذهلة جدا اللي يهمني أنه لتأخذون بأخذ العلامات مفردة عن غيرها يعني لتبعون العلامة وكأنها منقطعة عن العلامات الأخرى لا هذه العلامات اللي إلها علاقة بالظهور الشريف حسم النقاش فيها بقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه نظام كنظام الخرز يعني علامة تؤدي إلى علامة وحدث يعقبه حدث آخر لذلك هنا أنا أعلم حديث الإمام الباقر عليه السلام وكذلك حديث اللي يرويه هنا أنا جابر ابن يزيد الجعفي وحديث الإمام الصادق اللي يروي يعقوب السراجي شيرون إلى سلسلة من الأحداث متلاحقة هذه السلسلة هي التي تعنينا إذا رأينا الأحداث تتسلسل بالشكلة التي عرضها أهل بيت العصمة والطهارة عند ذلك يمكن لنا أن نعد العدة جدية لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحدث اللي لحق مباشرة هو أن يكون هناك زلزال كبير في دمشق والزلزال في منطقة دمشق لن يكون كبقية الزلازل في دول العالم باعتبار أن الخط الزلزالي في سوريا والمنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط تحديدا هذا الخط أشبه بالنائم نومة كبيرة يعني بقية المناطق تركيا إيران أفغانستان اليابان أندينوسيا ماليزيا ما إلى ذلك تحصل فيها زلازل مستمرة لأنه تقع على خطوط زلزالية نشطة أما منطقة الشرق الأوسط تقع على منطقة أو على خط زلزالي أشبه بالنائم نومة عميقة ما الذي سيحركه الانفجار من أورا أنا حتى أوضح للأخوان حركة الزلازل لشيء ما يصير وهذا أمر مطلوب باعتبار حتى يتبين أن ليش قرن هذا الحدث بحدث التفجير اللي تصاب بي دمشق الأرض لدينا في تضاريس الأرض شيء اسمه الصفائح التكتونية قشرة الأرض أو عمق الأرض فيه صفائح بالضبط مثل الصخور الكبيرة أو الهائلة جدا لكن هذه الصخور ما متلاحمة مع بعضها بين الصخرة الأخرى هناك فاصلة هذه الفاصلة تسمى بالقشرة الرقوة يعني شلون صخرة تنتجي على صخرة لكن أكثر المناطق تبررا أو هشاشة هي نقطة الالتقاء بحيث أي تعرض قوي إلى الصخرتين يمكن أن يؤدي إلى انهيار هذه النقطة الهشة على سبيل المثال لدي هذه قطعة وهذه قطعة ونقطة الالتقاء فيما بينهما منطقة رقوة حينما يأتي أي محرك لهاتين القطعتين أول نقطة تتحرك وين أول انهيار يصير وين هي في النقطة الهش لذلك هذه النقطة الهشة حينما يأتي حدث كحدث الانفجار النووي الانفجار النووي تأثير تأثير طولي هذا التأثير الطولي قسم منه إلى الأعلى وقسم أكبر منه إلى الأسفل لذلك لذلك الحديث عن الرجفة مو حديث عابد وإنما هناك رجفة جدية للأرض لكن ليست من نمط الزلازل بعد ذلك رح يصير الخسف الذي يصفت به جدار مسجد الشام مسجد الأموي وتحديدا جدار الأيمن وصولا إلى منطقة حرستة اللي هو خط طولي يمتد إلى حوالي عشرة كيلو مترات بالضبط إذا يتابعوا يا أخ هذه شوي زرها على أي حدي مشبهنا أنا مراحة توضح لنا الصورة عموما المسافة ما بين منطقة الجابية اللي هو يحصل فيها الخسف ومنطقة حرستة هي تقريبا عشرة كيلو مترات إشارة إلى أن الخط التدميري لهذا الزلزال رح يبتد عبر هذه المنطقة تحديدا دمشق القديمة بالإضافة إلى بعض من دمشق الجديدة في شمال تقريبا منطقة دمشق الجديدة بالاتجاه إلى مدينة حمص يعني في الطريق اللي موجود إلى حمص ستكون منطقة حرستة عندنا كانت خرائط أوضح من ذلك عموما هذا هو المهم بعد ذلك وهو مهم للغاية هناك حرب عبر بعد ذلك مباشرة سيكون هناك نزول تركي احتلال تركي إلى المناطق الشرقية الغربية من الحدود العراقية والشرقية من الحدود السورية تحديدا تظهر ليها شوي نهر الخابور الذي يشوفه هذا الخط الممتد الثاني من بعد الحدود الذي نازل من الأعلى هذا النهر يمتد من الحدود السورية التركية وينزل يلتقي بالفرات الفرات اللي هو هذا هذه المنطقة يسموها الجزيرة كل المنطقة يسموها الجزيرة أرجع صلط للضوء على الالتقاء بالفرات سيكون هناك احتلال والاحتلال مبرراته هو الأكراد وما عملوه من إعلان الانفصال وما يعبر عنه الآن بالمناطق الآمنة أو الأماكن المحمية اليوم الحديث اللي يجري أو من أمس كنا نسمع أحداث تهديد تركي إلى بسبب حالة تسلط حزب العمال الكردستاني على مناطق الحسكة باعتبار هناك أخبار تشير إلى أن حزب العمال الآن هو الذي يشرف على العملية الأمنية في محافظة الحسكة طبعا من أقولي اليوم يريد يطين صورة تقريبية عما يمكن أن يحصل هناك استفزاز الأتراك مباشرة نتعاملوا بمنطق الاحتلال أو بمنطق تجاوز الحدود لإجابة الاستفزاز لتلبية أغراض الاستفزاز هنا الأتراك سيأتون من الشمال تعبر الرواية وسيربطون خيولهم حتى تشرب خيولهم من نهر الفرات أقرب نقطة إلى الأتراك لنهر الفرات بمعية الجزيرة هي هذه النقطة التي تكون بالضبط عند مدينة الأبصيرة والتي هي الآن اسمها الأبصيرة قديما كانت تسمى بقرقيسيا يعني دولة اللي كانت عاصمتها قرقيسيا هي هذه المنطقة بالضبط يعني الأبصيرة قائمة على مدينة قرقيسيا القديمة تبعد عن دير الزور مسافة 42 كيلومتر أتعجب على بعض المؤلفين أن أشار إلى أن قرقيسيا تقع في المثلث العراقي التركي السوري بينما هنا ماذا نرى نرى أنها في أسفل الحدود العراقية السورية يعني في مقابل ألبو كمال بالضبط ولا تبعد عنها ألبو كمال إلا مسافة قليلة جدا اللي هي ربما متتجاوز الأربعين أو الخمسين كيلو بين المنطقتين أيما يكون إذا شفنا تسلسل الأحداث بهذه الطريقة أيقنوا بأن السفياني هو الحدث اللاحق التصور بأن الأحداث في سوريا ستؤدي إلى خذلان شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تصور سيء جدا وخاطئ وخاطئ تماما لأسباب طبعا بهالأثنى قبل ما أتحدث عن هذه الأسباب بهالأثنى دمش أو سوريا ستتفك حديث أئمة أهل البيت عن الكوار الخمسة حديث عن الشام المقطعة أو عن سوريا المقطعة إلى خمسة مناطق يشار فيها إلى منطقة حلب وإدلب وحمى بعنوان قنصرين منطقة الشمالية باتجاه البحر باتجاه البحر ترمي يا هذه حلب بالضبط هنا التقاء الشروية بالضبط هذه المنطقة بالإضافة إلى أدلب ومنطقة حمى التي هي أدلب جواها بالضبط أيضا هذه المنطقة في الروايات تسمى بقنصرين قبل كانت ولاية قنصرين يسموها واليوم تسمى بهذه الأسماء حمص أيضا إحدى الولايات المفككة عن الشام وأيضا هناك دمشق اللي أيضا تتفكك عن بقية الشام ولدينا أيضا ما يشار به إلى الأردن وإلى فلسطين بعنوانها من جملة الأشياء المقسمة لكن يبدو لي أن ما يتعلق بإسم فلسطين هو المنطقة الحدودية مع فلسطين يعني منطقة القنيطرة وما إلى ذلك وما يتعلق بالأردن ويصح الأطلاق الأردن على منطقة الدرعاء باعتبار أنها هي والرمثة في حدود جغرافية واحدة كلها تنتسب إلى وادي الرمثة ووادي الرمثة تأريخيا هو يسمى بوادي حوران أو منطقة حوران دي هذه المنطقة بشكل عام اللي يمكن أن نقول هذه المنطقة وما يجاورها أيضا من جملة المناطق التي ستنفصل عن الشام ربما الآن التصور اللي موجود لو أردت أن أأخذ الأحداث الحالية ما الذي دخل الآن الروايات أنا أشرت إلى الخريطة مع التأكيد على أن السخيان لن يكون ناصبيا ولكنه سيكون شره وغضبه على المجاميع التي ستتحرك للقضاء على حكم الشام غضبه هائل جدا بحيث يشار إلى أن الرعب سيسير أمامهم بمدة ثلاثين ميلا إشارة إلى أن لديه سمعة مرعبة جدا لدى أهل الشام وهو الذي سيعيد الشام إلى وحدته حديث الروايات عن أنه يجمع الكور الخمسة أو يستولي على الكور الخمسة أو ما إلى ذلك حديث عن مذابح كبرى ستجري وهذه المذابح ستجري في هذه المناطق التي أشرت إليها حتى أن روايات أهل السنة تقول بأن نهاية الفتنة أهل الشام يعضون أصابعهم من شدة الندم على ما تسببوا به لشامهم بعد ذلك مجازر في العراق في بداية الأمر على امتدادات المقاتلين في الشام يعني العشائر اللي قاتلت ودعمت مقاتلي الشام سوف ينتقم منهم انتقاما كبيرا وتجري الأموم بعد ذلك بمذبحتين مذبحة في النجف ومذبحة في خارج النجف وإلى هنا ينتهي وضع السفيان وتفتدئ العملية بالعد التنازلي أو بالسهم الهابط للسفيان لكن لو أرجت أن أتحدث بمنطق اليوم أتحدث بمنطق اليوم وطبيعة ما نراه من حراك الأحداث الآن لدينا نظام نظام هم يعبرون عنه بأنه نظام طائف لديه طائفة هي أعدادها ثلث أعداد سوريا تقع في مناطقها في منطقة جغرافية تضاريسية وعرة جدا هي جبال العلويين على الساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط وتحديدا محافظة اللاذقية ومنطقة طرطوس وبانياس وما إلى ذلك وصولا إلى يمن هاي المنطقة بالضبط المنطقة الشمالية إلى لبنان هاي المنطقة كلها لها علاقة وتوصل إلى حمص حمص اللي هي أيضا ترتبط بلسان مع الحدود اللبنانية في منطقة الهرمل أو منطقة ما يسمى بوادي خالد هذه صورة الآن وحدة من اثنين اما مدام الصراع صار طائفي وهذه من أخطائهم الكبرى مدام الصراع صار طائفي اما أن ينتصر فريق على فريق آخر الفريق الآخر لا يعني أنه سينزع السلاح فإذا كان اللغة الحاكمة اليوم هي المسيطرة والمعارضة هي العدد الأكبر سوف القتال مدة كبيرة جدا لو قلبنا المعادلة وقلنا بأن الحكم تحول إلى معارض والمعارضين تحولوا إلى حكام في منطقة دمشق ناهيك عن تفكت جبهة المعارضين الحاليين باعتبار ما نراه في مصر ما نراه في ليبيا ما نراه في تونس ما نراه في اليمن الأحداث أدت صحيح إلى إسقاط نظام لكن الصحيح الآخر أدت إلى إسقاط الوحدة الوطنية يعني ما عاد الشعب كما كان متماسكا ولديه دولة متماسكة مصر اليوم غير مصر اللي كانت قبل الأحداث بمعزل عن هوية الحاكم لكن لا شك أن مصر التي كانت من ناحية القوة والتماسك أكبر بكثير من وضعها الحالي فضلا عن بقية المعارض لذلك الصورة الافتراضية لأحداث اليوم لو قدر أن المعارضة أسقطت النظام ما الذي سيؤدي سيؤدي إلى المؤدى الأول أن المعارضة متفككة فيما بينها وبالنتيجة ستبقى صفوفها مفككة إلى حد كبير بينما الحكم ذو الطائفة التي تحارب لأنها هي الطائفة عند ذلك ما الذي سيؤدي طبيعة الطائف تؤدي إلى حالة الإغلاق وتؤدي إلى قتال الاستشراس والاستبسال لأنه قتال في مقابلهم إرادة استئصال ما يؤدي إلى قوة الطائفة وإلى زيادة لحمتها حتى الخارج عنها رح يرجع وينتمي الهو شفناها إحنا في أحداث استهداف الشيعة كيف وجدنا الكثير ممن لا لم يكن الهم الشيعة لديهم قصة كانوا في عالم آخر وفي وادي آخر ولكن حينما أحس أن الاستهداف استهداف طائفي استقفوا بشكل كبير مع طائفتهم وبدأوا يتعاملون مع الأمور بمنطق الطائفة الأخرى وكيفية الوقوف أمام الطائفة الأخرى لذلك حديث قرافة إن قالوا بأن النظام قابل للأسقاط لكن أي عملية أسقاط حالية ستؤدي إلى أزمة إقليمية هائلة الآن أريد صور الصورة بشكل مقارن سوريا الآن لديها اتفاقات دولية أبقت الحدود مع إسرائيل مؤمنة إلى حد كبير لكن ماذا لو تحول من بيده السلاح ومن بيده المال ومتضرر من إسرائيل تحول إلى القوة المعارضة ما الذي سوف يحصل سوف يحصل أن أول دولة يسلب أمنها هي إسرائيل لأنه حكم العمل في المعارضة ممثل حكم العمل في الدولة الدولة لها اتزاماتها الدولية ولها ضغوطها التي تتعرض عليها لكن المعارضة على ماذا الآن دخول إسرائيل في المعادلة أباح أمنها من الناحية الاستراتيجية بشكل واضح جدا لذلك الآن الحديث الروسي أو الحديث الإيراني أو ما إلى ذلك بأن حديث السقوط هو حرب إقليمية كبرى ولا ربما حرب عالمية حديث جدي ليس حديث آسف هذه القضية الأولى القضية الثانية لأول مرة في تأريخ المنط العالم تصل أمور الاحتكاك بين الروس وبين الصينيين من جهة وبين الأمريكيين والغرب من جهة أخرى كما وصلت إليه في مجلس الأمن الدولي بهذا المستوى وبهذه الطريقة لأول مرة يتخذ البيتو بهذه الشاكلة وضمن ضغوط هائلة لكن ضمن كبات وعناد روسي صيني كبير جدا التداعي الأول لعملية كسر العظم التي حصلت في مجلس الأمن هو أن الأمريكيين صرحوا بأننا سنعمل خارج مجلس الأمن الدولي والروس صرحوا بأن ترسانتهم النووية سوف يتم العناية بفعاليتها وهذا الحديث لا يطلق جزافا يفترض الآن العالم يتحدث عن هدوء الأحوال لكن أنا أعتقد أن ما سبق لكيسنجر أن تحدث به قبل حوالي عشرة أشهر أو أكثر من أنه يرى الحرب العالمية الثالثة في المستقبل القريب أو في الأفق القريب أعتقد أن هذا الحديث أصبح حديث ميداني السبب شنو؟ ليش روسيا اتقلت هذا الموقف؟ روسيا ترتبط بالحدث السوري بثلاثة قضايا أساسية استراتيجية بعيدا عن تحالفاتها مع النظام أو ما إلى ذلك بعيدا عن هذه القضية أولا هناك خصوصية اجتماعية روسية هي أن الكنيسة الروسية تتبع كنيسة دمجد من ناحية الولاء الديني يعني المسيحيين لديهم كنائس متعددة اللي منتمين إلى المسيحية البروتستانتية لديهم الكنيسة الإنجليزية هي الأصل لا يعترفون بالفاتحة الذين ينتسبون إلى الكاثوليك لديهم الكاثكان هي الأصل الذين ينتسبون إلى المسيحيين الأرثيذوكسيين هؤلاء مرجعيتهم كنيسة دمشق والروس هم ينتسبون إلى هذا العالم هذا أمر أول لذلك التفريط في دمشق لن تكون عملية سهلة ولن تكون عملية على المستوى الواقع الشعبي ربما من سوء حظ المعارضة أن الإرهاب التكفيري هو الذي يتصدى للعملية المعارضة بالشكل الذي استفز الأطراف الأخرى حتى التي لا تبالي يمكن للبعض أن يقول يذهب نظام ويأتي نظام وأنا أتعامل مع الأنظمة لكن وجود التكفيريين وما فعلوه في العراق وما قدموه من تجربة إلى العالم في أفغانستان يعطي الكثير من المخاوف إلى الآخرين ويستثيرهم بشكل كبير هذا القضية الأولى على المستوى الاستراتيجي سوريا هي المنطقة الأخيرة إلى روسيا والصين في البحر الأبيض المتوسط كانت هناك ليبيا وكان هناك خداع أمريكي كبير إلى الروس وإلى الصين بأنهم سيؤمنون مصالحهم في تلك المنطقة ولكن من بعد خراب البصرة تبين للروس وتبين للصينيين أن الأمريكيين لم يفوا بتعوداتهم إذن النقطة الأخيرة في هذه المنطقة لا يمكن الاستهانة بالتخلي عنها ليس لأنها سوريا بل لأن تصور البحر الأبيض المتوسط بصورة أمريكية بحتة وخلوه من الوضع الروسي أو الصيني سيؤدي إلى انقلاب موازين استراتيجية كبرى بالنسبة إلى هذه الدول ولذلك لن تكون سوريا مجال تفريط أو تساهل من قبل السورية والقضية الثالثة تتعلق بأن الأمريكيين لم يفوا بالتعهدات بالشكل الذي حول الروس إلى قوة هامشية ومهمشة ولابد لروسيا أن تعيد الثقة لنفسها وثقة الآخرين بها من دون هذه العملية لا يمكن أن تكون لذلك هذا الضغط الذي سلط على روسيا وهذه الإغراءات الكبيرة التي قدمت للروس والصينيين إنما يجري على طريقة حوار الطرشان لأنهم لم يفهموا المعادلة الروسية بشكل دقيق لكن مهما يكون أعتقد أن الحديث عن الحرب العالمية أصبح ممكنا الآن لو أعدنا سياق الأحداث التي طرحتها الروايات وتصورنا وضع فيه طرف من الأطراف الدولية يكبس على زر التفجير النووي التفجير النووي ليس أي صلاح آخر تفجير النووي لو حصل في أبنى منطقة من الأرض سوف تلتهب عواطف أعلى منطقة في الأرض وأبعد منطقة في الأرض تفجير النووي ملعبة لذلك تصوروا أنه وضع كفس الزر في منطقة من المناطق ما الذي سيؤدي في أبسط التقادير سيؤدي إلى أن الآخرين سيضعون أصابعهم على الأزرار والمعركة تكسب من قبل أول من يطلق هنا إذا تصورون الجو بهذه الشاكلة أن تركيا تتدخل وتحت القسم من سوريا والأكراد يستفزون الموقف العالمي من طرف من الأطراف ويعلنون انفصالهم وقيام دولة جديدة ما الذي سيحصل في دول المنطقة لا شك أن التشابك سيكون كبيرا جدا لذلك تقريب الصورة إلى طبيعة الذي يجري أمر في غاية الأهمية ولا أقول بالضرورة أن هذه سترتبط بالروايات ولكن من الضروري جدا أن نطلع على ما قالت في الروايات حتى نراقض إذا ما تطابقت الصورتين والأحداث تقاربت عند ذلك نقول بأن أمتنا حينما تحدثوا تحدثوا عن هذه الظروف الشيء الذي هنا نشوفه نتحدث عن خراب دولة ونتحدث عن حرب عالمية أين الفجر المهدوي في هذه القضية ولماذا نقول أن العاقبة ستكون لمدرسة أهل البيت في كل هذه المعارك الحرب العالمية اللي يشار إليها في ثلاثة روايات صحيحة في طبيعة الأرقام التي ستذهب منها وإلى روايتين أو إلى رواية صحيحة أخرى يشار فيها إلى أصل حدث يعبر عنها الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم عليه في أحد الأحاديث في هرج الروم ولكن الهرج اللي هو الاقتتال والاضطراب في ما بين الروم لكن في الرواية التي الثلاث روايات التي تروى عن الإمام الصادق عليه السلام واحدة يذهب ثلثاء الناس والثانية يذهب من كل سبعة خمسة والثالثة يذهب تسعة أعشار الناس وما بين التسعة أعشار وما بين ثلثين الناس الرقم ليس متباعدا بشكل كبير الحديث عن ذهاب ثلثين ناس ونحن نتحدث عن مليارات الصين والهند وما إلى ذلك يعرف أن الحرب ستكون خاطفة سريعة جدا وبتعبير كيسنجر يقول ستكون الحرب العالمية الثالثة ستكون الحرب العالمية الأولى والثاني عبارة عن نزهة أمام الحرب العالمية الثالثة إذن إحنا أمام هذا الأمر وبهذه الشاكلة تسير الأمور نحن أمام لا شك ولا رب أمام صخب سياسي كبير جدا وأنا أدعوكم إلى حالة من حالات الاستغفار للحدث السوري ما الذي يجري فيه لأن هذا الفرج ما أقول به التفجير النووي إن صح أنه يحصل في شهر رمضان أو بعده أو قبله أو ما إلى ذلك رجب الذي يأتي من ورائه فيه السفياني لذلك تعبير الإمام الباقر عليه السلام عن التفجير النووي في أنه يأتيكم بالفتح هذا الفتح في أنه الحدث يؤرخ بشكل دقيق إلى موعد السفياني والتأريخ بشكل دقيق لموعد السفياني وتأريخ بشكل دقيق لموعد ظهور الإمام صلى الله وسلم عليه الذي لن يزيد على حمل ناقة أي على خمسة عشرة شهران أكتفي بهذا الفقدار والحمد لله أول وآخرة وصلاة وسلامه على رسوله وآله أبدا اللهم صلي على محمد وآله محمد